ولمحطاتنا هذه رح نحكي فيها اليوم عن شيء تربوي وأساسي جدا واللي هو طبعا النجاح كثير من الأهل اللي بيعتقدوا أنه نجاح الأبناء هو فقط من خلال التحصيل العلمي ومدى قدرة أطفالهم على اجتياز مراحل مهمة أكاديمية من حياتهم بتفوق مع أنه النجاح ممكن يكون بكثير تفاصيل وكثير قصص موجودة بحياة الأطفال من البداية إلى النهاية فهو أسلوب ممكن يتربوا عليه لحتى يقدروا ينجحوا مو بس بحياتهم العلمية أيضا بحياتهم الخلينا نقول الاجتماعية وأيضا المهمية أكيد عطول بمحطاتنا الصباحية منحكي عن مرحلة الطفولة المرحلة الصعبة والحساسة كلمان يعرفوا الأهالي احتياجات ومتطلبات أطفالهم وميولهم واتماماتهم بالحياة وأكيد هاجس جميع الأهالي أنه يشوفوا أولادهم ناشحين متفوقين بمجالات العمل لكن أكيد التفوق ما بيقتصر على المستوى التعليمي والتفوق الدراسي لأنه بالمقابل ممكن نشوف أطفال موهوبين مميزين متفردين بمواهب عديدة إن كانت بالرسم باستباحة بالموسيقى كل هاي المواهب لابد من الأهل أنه يدعموها ويشجعوها ويستقلوها أيضا بدورات تدريبية لنحكي أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا اليوم ضيفتنا بالستوديو الموجهة التربوية يسرى عباس يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا فيك ست يسرى يعني دائما بنحاول هيك نلاقي خلينا نقول خطوات منهجية مع حضرتك عن أي موضوع نكون عم نحكي فيديو عم نحكي عن كيف الأهل ممكن يكتشفوا مواهب أطفالهم أو كيف ممكن يدعموها لحتى الشخص يكون ناجح بحياته مو فقط مثل ما قلنا ببداية الحديث أنه ناجح به علاماته بالمدرسة لأنه للأسف كتير ناس بيركدوا وراء التحصيل العلمي لا يتحول الشخص لآلة أو منعزل عن الحياة الاجتماعية حتى عن بيته نعم يعني نحنا عم نقول موهبة يعني هي عبارة وهبة مجانية منحها الله لكل شخص يعني ما في شخص ما عنده موهبة يعني في داخله طاقة مدفونة مدبوطة بحاجة للمجتمع للمشاط للبيئة الداعمة أن تظهر هذه الموهبة طبعا شو الموهبة مثل ما قالت قدرة فطرية استعداد فطري أن تظهر في لحظة ما تظهر أنه عنده استعداد فطري ووراسي أن تظهر هذه الموهبة ويقوم بي يعني إظهارها بلحظة معينة من خلال طبعا تسكلها التجربة والأنشطة طبعا هذه الموهبة متى تظهر متى يتشفى الأهل متى يراها عند الطفلهم طبعا تظهر قبل البدء بالمرحلة الدراسية بالست سنوات الأولى مجرد نطق الطفل ففي أهل حسب الأهل فنانين كاتبين مهندسين طيارين فالأب أو الأم بيكون بالبيت عندهم عدة كتب إسرائيية أو أنشطة بيشوف الولد أهله بيقلدهم لكن ما هو ما قلد الأهل في عندهم موهبة خاصة فشاف أموها مثلاً عم تكتب عم تعمل تخطط ومهندسين فممكن بيحب الرسم فنحنا تظهر فجأة إذا الأهل قرروا يلتفتوا انتبهوا لأولادهم تظهر هذا إذا أنا متى ما شفت ابني عنده هيكي نبوغ معين كثير الأسيلة والاستفسارات تشوفوا عم نسألها شو هاد شو هاد شو هاد شاب بالتلفزيون شاب بالطبيعة أثناء رحلة جايبين له لعبة شاف عنده أسيلة كثيرة استفسارات طيب شو هل بديوا يعرف الأجوبة فكترة الأسيلة بتشوفوا بكل وقت مركز بشغلي مستمتع فنحنا هون الأهل لازم ينتبهوا لابنهم ويركزوا على مهبتهم فكتير من طبعاً بيعرفوا أنه لازم ابنهم من الصغر ينموا له مهبته فنحنا أنا وأنتي بس نقول كلمة موهبة يخطر بالنا الرسم أو غناء أو موسيقى لا في مواحب كثيرة عند الشخص غير تكون واضحة فأنا بهذا الوقت هذا بجبلوا ألعاب كل الأهل بدعموا أولادهم بالطفولة بالألعاب بتشوفوا معرفة عن البولين طابات سيارة بالسبل البنات لعوبات فشو أكتر شي بيلفت انتباه الطفل؟ وين بتشوفوا مركز؟ وين بيأدي وقت أكتر؟ ففي الطفل الرياضي اللي عنده ملكات رياضية حتى البنات يعني بالطفولة بتشوفها ملعب وطابة كذا مبسوطين طفولة تتميز بكسرة الحركة لك أنا بدي اكتشف شو الموهبة اللي عند ابني فهون أنا بدي متابعته ممكن يجي يلعب معه بالألعاب طبعا الطفل هو ملعب معه مضيع وقت عم ينمي مهارته عنده مهارة طاقة داخلية عم بيفرغها بها اللعبة لانتي جايبت لكي تكون جايبت لهم مكعبات الطفل اللي عندهم موهبة بالحل والتركيب والاستنتاج والاستقراء بيحب المكعبات هاي فيها تفكير فيها عقاد فيها تشوف مركز ومفكر الطفل اللي عنده حيال واسع والآخر هي تحب تحكي تشوفي على طول عم تحكي تحب التحدث كثيرا تسولف أما بتعمه فكسرة الحركة الخيال الواسع ممكن يروي قصص مالحة حقية فهون ممكن يكون الكاتب مبدع هذا الطفل أو الطفلة فلذلك نحنا في أطفال بتحب الأرقام واحد اثنين كذا بتبيعد مثلا تعلم مجرد تعلم عادسار بيعد بلاطات البيت بيعدت كذا بيطلع الأشكال الهندسية حتى هو عم يرسم الشكل التجريدي ممكن تلاه مهندس ممكن رسام فنحنا عنا في الأهل ممكن يكتشفوا بورا شو موهبة إذنهم يعني أنا والله بدي طلع طبيب ومهندس وصيدة اللي هاي حسب العلامات فأنا طموحي أنا بعرف كتير عائلات مهندسين بدي أبني يطلع مهندس صحيح طيار بدي أبني يطلع مثله فنان بيدخله معه على الوسط الفني صاحب محل ميكانيسي عم بياخده على المحل على الشغل بديه يتعلم الصنعة بيتعلم الكار بيهالمعناه ممكن يروح مع أبو ويددرب ويقول لا يكن ما عم يمارس شيء هو بيحبوه إذا حب هالعمل الأبو اللي عم يشتغله ممكن أم كوفيرا بتاخد بنته مع العمل بدأت تعلمها الصنعة فنحن لا تفرضوا عولادكم طموحاتكم تركوا الحرية أول شيء مثل ما قلت لعبي معه شوفي شو الألعاب بتناسبه ثاني شيء تركي له المساحة الحرية الأطفال عالم آخر يعني لا تقصوا عليه هون لا تجبروهون يعني الأم بتجيب له بنته لعبة بابدى اللعبة يجوز بدي شيء تاني بدي كتاب بدي ألوان بدي كذلك الأب بيجيب له شغلات ألعاب يجوز بموخموهون إذاً إنتوا راقبوهون عن بعض فقط عليك توجهي يعني أنا الدخول العالم طفولة فظيع يعني إنتي بتشوفي طفلين ثلاثة في لغة بيناتهم دخلتي سكتوا شايف كيف عم يتصالفوا على لعبة وعلى كذا يا دوب هاي قبل المرحلة التدعية نحن عنا هلأ دور الأهل وتوجيههم لأبنهم لكن نحن عندما يدخل إلى روضة مثلاً جميع الأهل اللي عم بيحطوا هذه الروضات كونه تساعدهم وتهيئهم للتدريس بالحلقة الأولى وتعلموا كيف يكتب تعلموا الإنضباط تعلموا الأعداء بالمقعد تعلموا القيام والأخلق كتير شغلات والأم إذا كان في موظفة مضطرة مضطرة أما الأم الأعداء في البيت لا أنا بتوقع إذا أم ثقفة وما كان في موظفة تستطيع أن تعلم أبناء هذه الأمور قبل هلأ نحن مين عا يتساعد في كشف الموظفة؟ المدرسة المربية المعلمة المدرسة هالمعلمة في المدرسة هي عم تسأل عم تاطي بتلاقي هالطفل كل الوقت سؤال كل الوقت وتشفت إنه زكي يا ترى الموهوب زكي اللي عنده موهوب زكي طبعاً عنده موهوب مو بالضرورة يكون زكي عنده موهوب يبرع هو فيه أكتر من رفعته صحيح كيف عرفنا أنه هالطفل عنده موهوبة الآن سبتاتي سؤال فوراً بيجاوب عليه أكتر من رفعته بالمقارنة مع الزملاء مع الأقران إما أنا بقارن هالطفل مع زملاء ونفس الأمر نفس الجنس نفس الصف بشوفه عم يتفوق عليهم طبعاً الموهوب بيكون زكاة وأعلى من رفعته ب 2% طبعاً وهالموهوبة لألك شغلة لا تورس يعني أنا إذا كان بالعائلة عالم ومهندس ودكتور ما بيورسلوا لأولادك فيه في عنا الوراسة طبعاً إلى ذور كبير 80% وراسة و20% من البيئة مكتسب فعندك أنت في موهبة ومهارة المدرسة منعلمون مهارة الجمعة الطرح القسم مهارات كثيرة مهارة أي عمل يقوم فيه نشاط بدني وحركي ويحتاج إلى العقل مسمية مهارة طيب خلينا هون نوضح الفرق بين الموهبة والمهارة نعم فيه فرق كبير بين الموهبة والمهارة الموهبة فطرية ما بيتعذب فيها لا تحتاج الوقت ولا لتدريب مجانية الموهبة مجانية وموجودة عند الجميع يعني ملكات فطرية الله سبحانه وتعالى منحها لكل شخص أما المهارة تحتاج للتدريب الطويل والوقت يعني مثلك أنت هلأ كموزياد ديش بدك تدريب على الصوت والنطق واللفز حتى المعلمة ديش بدك تدريب لتعطي درسة قبل بيوم بتحضر تحتاج المهارة إلى وقت طويل للتدريب لذلك نحنا علينا أن نراقب هؤلاء الأطفال ولا نتوقع أنه يكون طموحين يطلعوا مثلنا لأنه كل شخص له شخصيته فأنا بالمدرسة بيكتشف شخصيته بيكتشف موهبته بيكتشف شو بيحب فعلى الأهل بالمدرسة وبالبيت يشجعوا الطفل بما يحب حاب العلوم بشجعوا على العلوم بأخذوا رحلات طبعا بيدعمهم كيف يكتشفوا الأهل موهبته تأكد أنه هي موهبته بس يتأكد الأهل أنه موهبته بيكتشاف الأشياء أو بالرسم أو بالطبيعة بيصير أنه طالعوا رحلات على ينمي موهبته أستاذ سلابس بعض الأهل بي أحيانا بيصير في خلط بين خليني يقول دعم الأطفال بالأنشطة والفعاليات بإن كان بالعطل وغيرها وبين المواهب يعني بيكونوا مسلا مسجلينهم صباحة دورات تفاعلية رسم غير كتير من القصص بيعزوا في آلة موسيقيا بيكون عنده أكتر من نشاط تفاعلي للتنمية بس ما بيكون مبين هو بيميل لأنه أكتر كيف نقدر نكتشف يعني يمكن في بعض المعايير كمان الأهل بحاجة يعرفوها لأنه مو دايما هنا مع أطفالهم حتى بالمدرسة نحن ما تبقى لك المدرسة نحن في عنا مواب إسرائية وأنشطة في عنا مادة طلائع يقوم فيها استنباط المواهب بفرق معينة فإذا في عنا نشاط رياضي طفل عنده موهب تشطرنج عنده موهب سيباق جاري إلى آخر تستطيع معلمة رياضة تكتشف هذه الموهبين وعندما يحدث مسابقات بالطلاع في هلا بهذا الشهر مسابقة رواب طلاع على المستودي مشكلة فكل مدرسة عنده طفل موهب بالرياضة بالغناء بالموسيقى بالعربي بالفصح يعني نحن كل جزء معين بالمواده فيه موهبة معينة بالمطق عنده موهبة بالتعليق الرياضي بتنبئ جوي عنده موهبة بالفصح عنده مواد العربية مواد اللغة الإنجليزية المحادثة بالمطق بالصوت باللهجة بالتمثيل بالغناء اللي عنده موهبة تعزف هذا كله فيه نحن بالمدارس تستطيع المدرسة أن تنمي هذه الموهبة طبعا أنا أنست الموسيقى بالموسيقى تنمي الموهبة الموسيقى والعزف قد تكون هذه المعلمة غير متمكن بالموسيقى هالطفل آعلى بكتير من هالدرس اللي عم يغلو فنحن الأهل بالبيت شافوا ابنهم عندهم موهبة الموسيقى يفضل تسجيله فيه عندنا نحن أندي موسيقى عندنا أماكن على الأهل يكون عندهم ثقافي بهالموضوع يسأل شاكوا ابنهم بيحب عنده إيدي هكي كل الوقت تعال ببروني عم يعمل هكي كل وقت بيحب يكبس نحن أنا بسميها الجيل هذا جيل الزر بيحب وين في كبسة فما بالك إذا أنت يعطي تيبيانو أو أورج أو عود من الصغر مو شرط يملك عدة مواهب مو شرط موهبة الموسيقى موهبة الرياضة موهبة الدراسة فنحن التفوق الدراسي والتحسين الدراسي يختلف عن موهبة هذا الموهوب قد يكون موهوب بمادة معينة بشغل المجال واحد إما الرسم أو الموسيقى أو الرياضة أو النجاح بيبرع بشي معين يعني جزء من عقله بيحدد هالكلام أما المتفوق دراسيا هو موهوب متفوق بالضرورة موهوب وزكي لكن الموهوب ليس بالضرورة يكون زكي شاتكي والموهوب ليس عبقري العبقري يختلف على الموهوب العبقري يختلف أن يكون متفوق ونابغة أكثر منهم في عنا نحن نظرية علمية نظرية الزكاءات المتعددة جارجنر قال حدد للإنسان طبعا ضمن نظريطونه سبع زكاءات هو هيك حددها لك ممكن تكون عدة زكاءات غير هاللي هو حددها الزكاء الطبيعي إنه بيحب الطبيعي يستفسر عن النباتات على الحيوانات شو هاد الفلاك الفضائلة زكاء مكاني بيحدد المكان عنده قدرة يحدد ليستكشف المواقع زكاء بصري من اللحظة بيحفظ المقصود بالزكاء البصري مجرد شاف شغلة بيرسمها فورا يعني إلى بعض كتير زكاء موسيقي يقاعي يعني إذنه موسيقية ما شاء الله أنت قاعدهم بيسمع البعيد على فكرة صفات الموهوب له صفات كتير هيك معينة أكيد مثل ما هلت بيحب الحكي كتير تاني الشغلة ممكن يكون امتواي البعض البعض اجتماعي إذا حطيته مجتمع قيادي تشوفي عم بيقود مجموعة زعيم إلى آخر الموهوب بيحب يرافق أكبر منه بيلاقي أصدقائهم من عمرهم تمام طيب بيحس حالهم مو بها الطبعة مو بها العالم هاد لذلك صداقته دايما تكون الأكبر من الأقرن هيك دغرين إحنا بتكتشفيه تشوفي أسلته مميزة أفعاله مميزة أجوبته منطقية يعني ما في صعوبة لتكتشفي الموهوب بالرسم بتشوفي مبدع يعني أنا لما بالمدارس بشوف رسمات طفلي صفراء بعراسمة رسمة احترافية يعني لا فلنا ما بيقدر يرسمها طفلي عم تألفلك تمثيلية صفتالة عم تكتب قصة يعني فعلا في عنا أطفال هالجيل هذا زكي بس بالدومين ينتبه عليه ويلتفت عليه ويعطيه الأنشيطة المناسبة اللي موهبته يعني أنت شفتي ابنك بحب الأرقام وجهي للمألعاب الفيع الغاز أحاجي متقاطعة وين في شغلات يلا شوف تعني جمعنا بحب محارات الحساب زين يسجلوا هيك فالأهل الأزكية والمثقفين بيعرفوا بالدبط ينموا موهبة وين موهبة ابنهم إدروت هلأ أنت ممكن يكتشفوها بلحظة يعني بتظهر الحالة يعني ففي لحظة ما تجد هالطفل اكتشف حاله يبرع بها الشغلة هاي يعني أنا واحدة عم تشرح لي أنه كيف اكتشفت حاله موهبة فنانة بالكوفيرة يعني قالوا أنا كنت رايحة مع أختي وإلى آخر ما أفكر بكرة أنا بحب لخياته فجأة قالت لالكوفير لا بدك تتا يعني قالوا لما بدي أخي فقال مجرد مسكت شافت حاله إيه والله أخته تركت العمل بيش يعني إحنا عادة الموهبة تفرغ نفسها على الواقع اللي عنده موهبة غناء من بين كل اللي عبد يغني شايفي كيف قالت المعالمين بيحب يغني طلع غناص طيب أستاذي يسرى بعد تحديد بعد تحديد اكتشفنا خلاص أنه عنده موهبة معينة وعرفنا هذا الموضوع بعد التحديد تنميته مراحل التنمية وكيف لازم نمشي مع هذا الموضوع يعني إحنا الطرق اللي بالمدارس وكيف متابعة هذا الطفل الموهوب مثل ما إلت تجهيره دعمه نحن عم حكي بشكل أوسع بالأخص بالعائلة اللي عم بيتابعنا مشان اللي بالبيت نحب يعتني بأطفاله ومو بس الاعتماد الأساسي عن مدرسة يعني إحنا عنا ممكن الأهل اللي نصحن نطيهم عدة نصايا به الموضوع هذا ينتبهوا على الأبنون يراقبوا لا يهملوا الموهبة إذا الموهبة مثل بزراء إذا ما تابعتها قد تضمو حل وضغت فيه وإذا طورتها تكبر وتنمو وتحول هذا لازم أنت براه يمكننا الصغار أكيد موهبته قد تتحول إلى عمل لمصلحة مصدر رزق فذلك إذا الأهل استطاعوا متابعته وتشجيعه وعدم نقده ولا توبيخه يعني حتى لو أخطأ يعني هو عم بيجيبه له شغلات فشل من التجارة والفشل قد ينجح فنحن عدم التوبيخ عدم التقرير مدحه حتى لو مكان عاجبك شغله حتى لو مو ناجح به هالكلام اللي عم مشكله فتشجيعه ومدح متابعته تاني شي نسجله مثل ما قالت لك معاهد أنشطة خبرات ومتابعته بهذا النشاط يعني الأهل هون هن بيعرفوا ابنهم إذا أبدعوا مبسوط فأنت مثلا ابنك بيطلع فنان وعم تسجلي نادي رياضي كارتي قديش فرقه بأنوب وهم بتشوف فيه متعوب وتعبان ومو حاسس حاله فلذلك نحن مثل ما قالت الأهل هن قد يقضوا على أطفالهم بطموحاتهم يعني الطيار بعرف طيار مثلا أبنته على طول ياخده معه وهي موجودة معه بالطيارة حفزت فصارت كابتن يعني معروفة بسوريا كنيتا الشجاع يمكن تذكر اسمه أول كابتن طيار طبعا من خلال تواصلة تواجدة في الوسط يعني الممثلة نرتي مثال أحد ممثلات أبوه ممثل دائما أحده على الوسط وهي محاب بالوسط الفني ومع هيك درسة طولت لحتى أحد الشهادة الثانوية لحتى ينسمح لا تدقل طيب خلينا نحك دخلها بالوسط صحيح الأهالي اللي بيضغطوا على أولادهم بالشي اللي بيحبوهنن ما ضروري يحبوا للطفل يعني عدايش هذا الشي غلط وممكن يأثر على شخصيته بالمستقبل يعني إحنا هيك إحنا دائما بينعرف مين شكله الطفل إذا كان مبسوط بالنوهبة مبسوط بالتعامل بالنشاط وهو الأهل فرضوا عليه أحيانا الأهل بيفرضوا على الطفل بالقرية يروح الزراعة الفلاحة مع أهله مفروض عليها النشاط طبيعة بتفرض حال الهواء النقي إنه مستمتع مع أهله لكن بالمدينة مثل ما قالت تفرض عليه نشاطات علمية نشاطات موسيقية رياضية الأب سباح بيحب يطالع ابنه بالسباحة تماما مثله بيأخذوا على هالنشاط فنحنا عنده ملكات عضلية وعنده قدرات عضلية بيستطيع أن يبرع لكن مو هي وهويته هاي مثل ما قلت لك قد هوايته المناسبة تظهر في لحظة ما إما في الكتابة إما في جمع الأشياء إما في الصور إما في الرسم فأنا كتير مثلا دكاترة باعرف يمارسوا الكتابة باعرف مهندسة صديقة اللي تمارس شهر بعد دوامة فمديرة مدرسة تكتب شهر فنحنا الموهبة لا علاقة لها بالتحصيل الدراسي يعني درس تفوق حصل علامات دخل جامع يمارس موهبته هو لحاله عنده موهبة كتابة مقالات خواطر معينة موهبة المطالعة الفضول فهي موهبة خاصة فيه لكن لا تكون مصدر رزق لكن بالنسبة للمسي ودول الرياضيين عندهم موهبة من الصغر وما عندهم غير موهبة الرياضية ما بيعارك بالفيزياء والكيمية والرياضية تفرد بموهبة خاصة فتختلف فلذلك نحنا عنا الموهبة مثل ما قالت لك فطرية وعلى الأهل متابعة أولادهم ولا يهملوها ولا يظلموا ما يقارن بهالطفل يقولوا لهذاك شفتر فيك ركض أكثر منك سبأك مو بالرياضة هو هو عم يخلوه يركضوا الرياضة مو بالرياضة ما هوبته فبالغناء إلى آخر فعم يقارنوا بأخوه الأكبر أو عدم المقارنة ولا تشككوا بقدرات أنت حتى تنجح عدنا فشل يعني كيف أديسون ضل ألف تجروي حتى نجح معه كمان هذا الطفل عنده هالقدرة قدرات تظهر مدفونة كل إنسان بداخله كنز كثيرة بيقول لك أنت داخلك سروي حاول انطلعه سروي لفزي شايفي قداش مظلوم الإنسان فما عنده وقت مارس موهبه ما بدا يعني لا بدا فلوس ولا بدا مصاري ولا بدا شيء أحيانا تجيع كلمة حلوة من الأهل بتساعده أو البيئة الفقيرة ممكن ما تساعد هالطفل الموهوب الحالة أهله طعباني لكن من اللعبة الصغيرة قادوا يعني أجابت المعلمة الطفل جايبه قالت لي هذا الطفل موهوب بيصنع لك اللي بدك يالك شو بيصنع يجيت عطته ورقة بي هالورقة ما تعرفت شو شكل عمل لي سفينة ومزهرية طيارة يعني بسوان فأنا تعجبت على هالطفل صف ثالث أو رابع هكي طفل جايبت لي يا مديرة بلا تفصله قال تعبان ومشاعب وانه بتقول لي هذا بمعجز الأنسات لك شو بو ما بيدرس بها داعب الأنسات طيب سألنا نحنا عمنا مادي اسم المشروعات هي بيعملوك طلاب كأنجاز بآخر السيء قال لي ايه منتا عطل المديرة لا مصحيح روح جيبه راح جاب سيارة بلاستيك طلعت على السيارة قالت له شو فيها هات لنشوف ألبتها هيك ونا فيها متل الحديد وشغلة قال أبي بيطلع بيخليني أقعد بالمحل بيروح بيرتاح فصر جيب قطع تدو يعمل السيارة يحرك عن بود قالت لأ أمتي عندك طفل محترق مظبوط مونطبع نهرب كل هاد دروس معاجبته مخه شو فيه؟ صح لذلك نزالك نزالك يعني نمازج متعددة ممكن نلمحها استاذة بدنا نتشكرك على وجودك مع نواع كل المعلومات لأدام شكرا جزيلا جزيلا جزيلا